أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تفويضه ودعمه الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرافض والرفض التام لخطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية وفي اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري ووجه المجلس التحية للأشقاء الفلسطينيين على صمودهم أمام العنف والقصف الإسرائيلية وتحملهم للجرائم الذي يمارسها الاحتلال والتي تصل إلى جرائم الحرب مطالبا أنه سيطلب من شركة ميتا المالكة لفيسبوك وانستجرام والشركة المالكة لمنصة تويتر التي باتت تعرف باسم أكس مراعاة قواعد العدلة الإعلامية واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات فيما يتعلق بنشر الأخبار والصور والفيديوهات الخاصة بالأحداث في غزة ترجمة نانسي قنقر